لأخر دفعة جاء المدرسة واخترق الرسل الصاقة بعد ما توزعت على سمعت السلاح بتاعي روحت المدرسة فكنا في فترة أئسية بيعدونا ان احنا ازاي نتعابد على الحياة العسكرية فكنا في تدريف من دان الجبال فجالنا صف الظابط قال لنا فيه قائد جاي من شمال سينة وتعالوا اسمعوا الكامل اللي هو يقولوا طمام وعمل لنا جامع في أرض الطبور المدرسة كلها كانت وقفة ابتدى ان هو يتكلم عن الكذيبة 103 صاقة ابتدى يتكلم عن ان هو بيختار رجالة معينة بتطلع معاه وان محدش هيتفرض عليه ان هو يروح هناك الناس هناك بتروح باختيارها ابتدى يكلمنا عن الناس بتروح سينة باختيارها باختيارها اه ما بغصبش حد يروح ان هو بيختار الرجالة اللي بتطلع في ظهره اه تمام لان وقت المدهمة او وقت العملية ما بتفرقش ما بين زابط او عسكري او صف زابط كلها بتقبق واحد كلها بتكون مع بعض هناك الفكرة ان مختصر المحاضرة اللي هو اتكلم فيها معنا خلت تقريبا نص الناس اللي كانت واقفة تلعت تجري تجري تقف تقف تمام عشان عشان عايزة تروح سينة تروح سينة والنص التاني من كلامه من كلامه والنص التاني ابتدى ان هو يروح وراه وابتدى يوقف في الاخر طبعا الموضوع مش اي حد بيروح سينة هو بيبقى فيه كشف طبي الاول بيحصل يعني كان فيه اليوم دوت كان معه هرم الله يرحمه كان جاي مع المدرسة وكان فيه الدكتور زابط دكتور في المدرسة نازل معه بيمر على العساكر اللي هي طالعة نعم عشان تطلع معاه ويبتدى ان هو يكشف عليهم واحد واحد طبعا اللي ينفع يروح كان بياخد اسمه وليما ينفعش كانش ياخد اسمه نعم لدرجة ان كان فيه ناس يعني ابتدت انه يتحاير عليه ناس عندها مشاكل طبيعية تتحاير عشان نروح عشان تروح سينة اه تمام من المحاضرة اللي هو ودى لنا اه واخدنا فرقة ساقة تمام الناس اللي توزعت بقى على سينة وان هي راحة سينة خدت فرقة ساقة بس من نوع شديد شوية اه متقدم او فيه اه كانت الفرقة شديدة شوي علينا شديدة تمام وكان متوصي علينا جدا لين احنا الناس اللي راحة المقدم احمد المنسي ام بس بتايز ان انا نروح بعد كده لكتيبة تمام واول ما شفته فتايز ان انا نتكلم مع عنها انا عايز اطلع مدعمة فطبعا اول مرة قابلته حسيت بايه اتكلمت معاه في ايه اول مرة قابلته قابلته في المدرسة اه جا سلم علي يا وحش اسمك ايه يسمي احمد عزت يا وحش اه احمد عزت احمد عزت اه قال لي لا اسم الجندي مقاطر البطل احمد عزت اه لو انت عايز تروح سينة وراح جاي متلطب على كد فيه وماش الدكتور كشف عليك لما رحت سينة لما رحت سينة خدنا رفع المستوى حضرتك بالكمينة هي الصورة دي تقول لنا هي دي صح اه اه تفضل ده قبل الاجازة الاخيرة قبل من التضرب على طول قبل الاجازة قبل الام نعم فضل ثم رحت بقى الكتيبة رحت بقى الكتيبة وبتديت انك اخد رفع مستوى تدريبات تانية من مستوى اعلى شوية اه ورغيت لما وصلت للمقدم قلت له يا فندي انا عايز اطلع مدهمة فقال لي لا هي الحاجات دي مش كده انت لو ربنا كتب لك انت تطلع مدهمة انت هتطلعها لو ربنا كاتب لك لو ربنا كاتب لك أن أنت تموت هنا شهيد لو ربنا كاتب لك أنت حفى أي مكان تاني يبقى في أي مكان تاني فأنت أسلم أمرك لله يبني تماما فأنا بس ابتديت أن أنا بعد كده أعبا معهم في الكتيبة وفي التدريبات وفي الرماية وأنه هو كان ينزل معنا كمان بنفسه لغاية البرس البرس اليوم ده جمع الكتيبة كلها تماما خلينا أقبل برس هروح لتايسون عشان نبدأ من تايسون يوم البرس وهرجع لك كمان هو اختار الناس تطلع البرس اختار ممكن تايسون يكمل الموضوع ده تفضل اليوم دوت طبعا كان خاد الأوامر اللي هو هنطلع البرس من العمليات وكده فجمعنا فقالك أنا طالعين مهمة في موقع اسم موقع البرس أنا عايز رجالتي رجالتي كلها معاك يا فاندي أكيد حب إحنا رايحين نموت اشتركوا في القناة